تشريح كثة عثرة عليها في قبو في فينة يكشف عن قريمة قتل وهوية الضحية الخبر دي ممكن تناولناه في بداية الأسبوع يوم الأربعة تقريبا اليوم تم الكشف انه هو شاب ما أحددهم قاله تقريبا 18 20 ممكن صراحة ما أدروا يحدده لأنه الجسد تخيل من سنة متفونة داخل الركام بالكلر ورأس مقطوع وطعنات بمختلف أنحاء الجسد يعني بصراحة شيء مرعب يعني جريمة سياسية ولا جريمة انتقامية في جميع الحالات فيها تحرش فيها كذا يعني فيها حقيقة ما بالضبط يعني شيء مرعب بصراحة يعني هذا فعليا هاي القضية بتصور هتعيش مع فينة لفترة طويلة حتى تنكشف يعني تترى من بطالها من بطالها بالضبط لا ينكشف مين وراها يعني أول شيء يعني نعرف مين هوية الضحية إلا سابقا كان غير معروف أول من نزل الخبر أنه أهل هو لرجل أو مرأة فإلا تبين أن هو لرجل وشاب صراحة طبع يعني شيء مؤسف وتم قطع رأسه ودفنه بهذه الطريقة ومن سنة والجسسة والجسسة محللة وتذكر التركي برضو اللي كنا برضو كلمنا عنه كان تركي تقريبا ولا كان عرائي اللي قتل صاحبه عشان عشر تلاف يورو ومرضو شده تقريبا عرائي عرائي آه أيو أيو نعم دفروا تحت السرير هذا نعم صحيح هذا السرير اللي فاتت دفروا بس هذا لفترة بسيطة يعني هذا وكان فيه تحرش جنسي وعلاقة جنسية يعني مثلية وشيء من هذا القبيل وأعتقد رح تكون متعبة جدا بالتحقيق والبحث في ملابسات يعني آه من الضحية ومن الجاني ومن المجرم ووراء يعني قصة فعلا مرعبة للغاية